بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الثالث بمتوسط الجامعة الأهلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستكمل معكم اليوم بمشيئة الله تعالى درسنا بعنوان حل المعادلات التربعية باستعمال القانون العام كنا تركنا مسألة في الحل كواجد المرة السابقة المسألة أمامنا كانت حل المعادلة سين تربع ناقص 60 زائد 9 باستعمال القانون العام قلنا يا شباب أول شيء لابد أتأكد أن المعادلة بالصيغة القياسية وها هي المعادلة أمامنا بالصيغة القياسية بالفعل وبالتالي أبدأ حلي بتحديد قيم الألف ثم الباء ثم الجيم لو نظرنا في المعادلة نجد أن معامل السين تربع اللي هو الألف قيمته تساوي 1 أما معامل السين وهو سالب 6 فيكون هذه قيمة الباء سالب 6 وبعد كده نحدد قيمة الجيم وهي تسعة بعد تحديد قيم الألف والباء والجيم أبدأ أكتب صيغة القانون العام لو نتذكر مع بعض القانون العام سين يساوي خط الكسر سالب باء زائد أو ناقص جزر تربيعي لي باء تربيع ناقص أربع ألف جيم كتبت ما تحت الجزر التربيعي باللون الأحمر لأن ده فكرة اليوم ما تحت هذا الجزر سنتعرف عليه لاحقاً أنه بيسمى مميز المعادلة التربيعية نكمل حلنا وكتابة صيغة القانون على اثنين ألف نبدأ عملية التعويض بقيم الألف والباء والجيم اللي عندي في الجدول لو عوضنا عن سالب باء وتعلمنا المرة اللي راحت أو المرة السابقة أن سالب باء هذه معناها تغيير إشارة الباء أعكس إشارة الباء في الجدول الباء عندي سالب 6 لو عكست الإشارة تصير 6 زائد أو ناقص جزر وابدأ التعويض مع ملاحظة أن الباء يفضل دائماً عشان يكون حلك صحيح إذا استعملت الحاسبة توضع في قوس قيمة الباء عندي سالب 6 وعليها التربيع ناقص أربعة ضرب قيمة الألف لو رحنا للجدول وذهبنا إليه نجد أن قيمة الألف تساوي واحد ضرب الجيم والجيم أيضاً في الجدول تسعة هذا كله مقسوم على اثنين ضرب قيمة الألف اللي هي واحد تعلمنا المرة اللي راحتها شباب أنه يفضل دائماً أروح للحاسبة وأحسب اللي تحت الجزر كله باستخدام الحاسبة هذا فأحصل على قيمة ما تحت الجزر فيكون ستة زائد أو ناقص الجزر التربيع ليه ما تحت الجزر هذا اللي أنا حوضت عليه أو وضعت عليه إطار باللون الأخضر هيطلع قيمته على الحاسبة صفر هذا كله تقسيم اثنين ضرب الواحد في المقام اثنين وبالتالي نجد أن قيمة سين الأولى هتساوي ستة زائد جزر تربيع للصفر مقسوم على الاثنين أو أن القيمة الأخرى لأن دايماً المعادلة التربعية قلنا لها جزران على الأكثر نشوف كده القيمة الأخرى نجد أنها ستة ناقص الجزر التربيع لصفر ستة ناقص الجزر التربيع لصفر مقسومة على الاثنين الحل الأول بالتالي هتكون قيمة سين لو حسبتها بالحسبة أو بدون حسبة طبعاً الجزر التربيع للصفر سفر فيكون ستة زائد صفر ستة تقسيم اثنين تعطي ثلاثة وهو ده الحل الأول والحل الأخر سين هتساوي قيمة ستة ناقص جزر الصفر اللي هو الجزر التربيع للصفر ستة ناقص سفر ستة تقسيم اثنين أيضاً تساوي ثلاثة وتستطيع أنت على الآلة الحسبة مباشرةً تكتب الشكل ده يعطيك قيمة السين مباشرةً على صورة بسط ومقام الحسبة تقدر تكتب عليها الشكل ده وأيضاً القيمة الأولى كانت ستة زائد جزر صفر تقسيم اثنين تعطيك نفس الحل نلاحظ هنا يا شباب في شيء نتعلمه بعد أنه ليه الجزرين هنا أو الحلين يعتبروا حل واحد لو رجعنا كده للمميز في المعادلة التربعية هنا ده هنتعرف عليه فيما بعد إن كانت قيمة ما تحت الجزر التربيعي هذا اللي هو هنسميه بعد كده المميز لأنه يميز جزرين المعادلة إن كانت قيمته تساوي صفر زي ما احنا شايفين كده تأكد إن حلين المعادلة أو الجزرين للمعادلة هما جزران متساويان لاحظ الجزر الأول والتاني ثلاثة وثلاثة أو إن احنا بنكتب إن لها جزر مكرر يبقى الحل أو الجزر هو ثلاثة وهي مكررة كما نرى حمامنا اليوم إن شاء الله بناخد فكرة جديدة ومن هنا ندخل لتعريف المميز فما هو المميز لاحظنا إنه في القانون العام العبارة اللي تحت الجزر وهذه هي اللي أشرنا إليها سابقا في حل الواجب اللي هي بقى تربيع ناقص أربعة ألف جيم هذه تسمى المميز ويمكنك استعمالها لتحديد عدد الحلول الحقيقية للمعدلة التربعية دون الحل يعني تستطيع تعرف هل المعادلة التربعية حل واحد فقط اللي هو بنسميه جزر مكرر أم لها حلان حقيقيان لاحظ لها حلان حقيقيان أم لها حل واحد اللي هو الجزر المكرر أم أن المعادلة أصلا عدد حلولها يساوي صفر اللي بنقول عليها ليس لها حلول حقيقية لا توجد من الأعداد الحقيقية ما يعتبر حل لهذه المعادلة فإذا ذهبنا للمميز هذا نجد أن له ثلاث حالات لاحظ المميز المميز هذا إما تكون قيمته سالبة يعني ما تحت الجزر التربيعي سالب في هذه الحالة تلاحظ ودين الأشكال البيانية للدوال المرتبطة بالمعادلات هذه مرت علينا في الدرس سابق قلنا إذا كان منحنة الدلة التربعية اللي أمامنا لا يقطع محور السينات فمعنى كده أن لا توجد حلول حقيقية للمعادلة التربعية أما إذا كان المنحنة الدلة التربعية يقطع محور السينات في نقطة واحدة معناها أن فيه مقطع سيني واحد وبالتالي يوجد حل واحد للمعادلة التربعية أما إذا كان منحنة الدلة التربعية المرتبطة يقطع محور السينات في نقطتين فمعنى كده أن المقاطع السينية اثنين وبالتالي بيكون للمعادلة حلان حقيقيا وهذا يحدث إن كان المميز قيمته موجبة في المعادلة أما إن كان المميز قيمته سالبة كما أشرنا فلا توجد حلول حقيقية أما إذا كان المميز قيمته تساوي صفر فمعنى كده إن الحل هو حل واحد أو جزر مكرر كما رأينا في الواجب إلا أمامنا نشوف كده مع بعض كيفية استعمال المميز لمعرفة عدد الحلول الحقيقية للمعادلة دون حلها يعني بدون ملجأ للقانون العام كاملا وأصل الحلول فنجد أنه في المثال الرابع أمامنا بولي أوجد قيمة المميز للمعادلة وأعطاني المعادلة التربعية ثم من خلال قيمة المميز حدد عدد حلولها الحقيقية طيب كيفية الحل يا شباب أولا لابد تكون المعادلة على صورتها أو صيغتها القياسية زي ما تعلمنا المرة اللي راحت في استعمال القانون العام نجد أن المعادلة الأمامي ليست على الصورة القياسية فبالتالي المعادلة هذه يجب وضعها أولا على صيغتها القياسية فلو كتبت المعادلة وعدلتها أربعة سين تربية ناقص خمسة سين ونجلت السالب ثلاثة للجهة اليمنى بعكس إشارتها تصبح زائد ثلاثة ويصير الطرف الأيصر خاويا أو فارغا فيساوي صفر من هنا بعد ما عدلت المعادلة على صيغتها القياسية أستطيع حدد قيم الألف والباء والجيم الألف أمامنا في المعادلة قيمته تساوي أربعة والباء قيمتها تساوي سالب خمسة أما قيمة الجيم فهي أمامي تساوي ثلاثة باستعمال المميز ونبدأ نكتب كده المميز يساوي الصيغة للمفروض نكون حفظاها صيغة المميز باء تربية ناقص أربعة ألف جيم أبدأ تحت اليساوي أكتب مرة تانية يساوي أبدأ التعويض قيمة باءها ربعها قيمة باء في الجدوى العندي سالب خمسة ناقص كمل صيغة المميز أربعة ضرب الألف الألف بأربعة ضرب الجيم عندي ثلاثة باستعمالي الألة الحزبة مرة واحدة لهذه القيمة إلا أمامك هذه لو حسبت دي بالألة الحزبة كلها هيعطيني الناتج سالب ثلاثة وعشرين نلاحظ أن المميز في هذه الحالة طلعت قيمته سالبة قيمة سالبة وإذا كان المميز قيمته سالبة أو إن المميز سالب أستطيع أن أقول أن المعدلة ليس لها حلول حقيقية لأن قيمة المميز سالبة ممكن يجيني سؤال في الاختبار على صورة اختيارات أو اختيار من متعدد فمثلاً أستطيع أن أنا أكتب سؤال بالصيغة هذه مثلاً سؤال إذا كان مميز المعادلة التربيعية سالباً فإن عدد حلول المعادلة هو ويجيني خيارات أربع خيارات مثلاً وليكن الخيار الأول صفر الخيار الثاني واحد الثالث اثنين ثلاث طبعاً إحنا تعلمنا في المثال السابق هذا إنه إذا كان المعادلة التربعية مميزها عدداً سالباً فمعنى كده إنه لا توجد حلول حقيقية لهذه المعادلة ولا توجد يعني لا هو حل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وإنما العدد الحلول يساوي صفر إن كان المميز سالباً ننتقل إلى مثال آخر وليكن المثال الخامس بيقول يا شباب أوجد قيمة المميز للمعادلة التربعية لأمامي هذه ثم حدد عدد حلولها الحقيقية إحنا قلنا يا شباب دايماً ننظر للمعادلة إن كانت في صيغتها القياسية فأستطيع مباشرةً أحدد قيم الألف والباق والجيم المعادلة لا تحتاج إلى تعديل على الصورة القياسية أو على الصيغة القياسية وبالتالي الألف أمامنا اثنين والباق هي معامل السين لاحظ موجب 11 يعني 11 والجيم اللي هو الحد السابت اللي هو 15 عن طريق الألف والباق والجيم أستطيع إن أنا أكتب المميز يساوي الصيغة المميز باق تربيع ناقص أربع ألف جيم أبدأ التعويض قيمة باقها ربعها وبعدين ناقص أربعة ضرب شوف بترك فراغ للألف ضرب لو بحثت عن القيم أمامي لاحظ القيم الباق بـ 11 والألف والألف الجدول يبقى المعادلة لها لها حلان حقيقيان ممكن يجيلي سؤال نفس السؤال اللي ذكرته من شوية كلمة حلان أو جزران هذه يمكن أن يأتي السؤال مباشرة في اختيارات وتستطيع أن أنت تحسب المميز في هامش فتصل إلى عدد الحلول الحقيقية للمعادلة فمثلا أستطيع أن أكتب مثال هنا وليكن السؤال مثلا عدد سؤال في صور اختيار من متعدد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة نفس المعادلة اللي أمامك 2 سنة تربيع زائد 11 زائد 15 تساوي 0 هو ممكن يجي فراغ فقط زي ما احنا شايفين وبالتالي لابد أن انت تحسب المميز في هامش وان كان المميز عدد عدد موجب فمعنى عدد الحلول 2 وان كان المميز سالب فان عدد الحلول 0 وان كان المميز اصلا لا هو موجب ولا هو سالب وانما قيمته تساوي 0 فان معنى ذلك ان للمعادلة جذر مكرر او عدد حلولها يساوي 1 فقط هنا السؤال لاحظ عدد الحلول لو ان السؤال على صورة فراغ هاحسب زي ما شفنا في الحل السابق هنا المميز ولان المميز موجب يبقى بالتالي عدد الحلول هو حلان فقط وهو بيسأل هنا على عدد الحلول اقدر اكتب هنا 2 ولو كان في الخيارات 2 او ان السؤال في صيغة صح وخطأ احسب المميز وبالتالي اقدر اعرف ان كان للمعادلة حل 1 فقط او حلان او ان ليس لها حلول حقيقية ننتقل الى سؤال من تحقق من فهمك للتأكد من فهمنا لفكرة استخدام المميز واستعماله لمعرفة عدد الحلول الحقيقية للمعادلة التربعية فلو بدأنا في ايجاد قيمة المميز وبالتالي اقدر احدد عدد حلولها اول شي اتأكد المعادلة امامي على الصيغة القياسية فبالتالي حدد قيم الالف ثم الباء ثم الجيم قيمة الالف امامي واحد وده المثال على فكرة اللي كان واجب اللي بدأنا به درسنا اليوم وكانت قيمة ما تحت الجزر التربية لانتذكر في اول الفيديو كانت صفر اللي هو قيمة المميز لو نظرنا هنا قيمة الباء سالب ستة قيمة الجيم تسعة فلو كتبت المميز يساوي باء تربية ناقص اربعة الف جيم ابدأ الحساب قيمة الباء اربعها ناقص اربع اضربها في قيمة الف في جيم لو اتينا هنا بقيمة الباء وضعناها سالب ستة ثم سالب اربعة ضرب الالف واحد ضرب الجيم قيمتها تسعة نبدأ نحسب بالشكل ده اللي امامنا قيمة المميز نجد ان المميز هيساوي باستعمال الالة الحزبة صفر المميز قيمته صفر واذا كان المميز صفر فمعنى كده ان المعادلة لها حل حقيقي واحد اللي استطيع ان اقول عدد حلول المعادلة واحد فلو ان السؤال كان جاي لي بدون ايجاد اوجد قيمة وترك لمجال الحل في صيغة اكمل فراغ او صح وخطأ او ان السؤال كان مثلا في صيغة اختيار من متعدد وقال لي السؤال بالشكل هذا عدد حلول عدد يسأل على عدد حلول المعادلة التربعية وذكر لي اي معادلة تربعية وليكن السؤال اللي امامي هذا سن تربيع ناقص ستسين زائد تسعة اللي بيساوي صفر يساوي او اللي هو يساوي اللي هو بيسأل على عدد الحلول يساوي كم عدد الحلول كم واعطاني مثلا الخيارات كانت صفر واحد واثنين وثلاثة لابد في الحالة دي ان انا احسب المميز ان شاء الله فيه فراغ فيه مثلا هامش ابدأ احسب باق تربيع ناقص اربعة الف جيم مباشرة وابدأ اعوض عن قيم الالف والباق والجيم الالف والباق والجيم سالب ستة تربيع ناقص اربعة ضرب الالف بواحد ضرب الجيم عنده بتسعة وبالتالي هحسب دا بالالة الحزبة الناتج هنا هيقول مباشرة ان كان المميز هذا موجب يبقى معناها فيه حلين وان كان سالب فلا توجد حلول يبقى اختر الصفر وان كان المميز يساوي صفر فبالتالي فيه حل واحد فقط اللي هو الاجابة واحد وزي ما شفنا في المثال امامنا المميز صفر فبالتالي المعادلة التربعية اللي امامي فاختار الواحد وده يا شباب اللي احنا وضحناه في استخدام او استعمال المميز من خلال الامثلة السابقة وبالتالي نصل لنهاية درس استعمال القانون العام واستعمال المميز وننهي الفيديو ده بيواجب وليكن مثلا سؤال على نفس الشاكلة اللي تعلمناها اليوم اوجد قيمة المميز للمعادلة سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 15 بزو صفر ثم حدد عدد حلولها الحقيقية ونراكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته